دلوقتي حضراتكم هتزوروا معنا في محافظة المينيا مصانع آل نسيم لتكفيف البصل والكرات والتوم وهي صناعة نحتاجها وبشدة في قلب الصعيد خليكم معنا اللي قدام حضراتكم ده واحد من أهم المصانع في مصر المتخصصة في تكفيف البصل والتوم والكرات وتصدير إنتاجه بالكامل لأسواق أوروبا وأمريكا بطاقة تتجاوز 5000 طن سنويا وده معناه أنه بيشتغل على تكفيف 50 ألف طن سنويا من البصل والتوم والكرات الفرش أو التازج لأن يا دوبك كل طن من المحاصيل دي بتدي 100 كيلو جرام مجفف يعني 10% من إجمال الكمية باختصار هو واحد من المصانع الكبرى اللي مشرفانة في العالم كله في قطاع الصناعات الغذائية المصري هو فاملي بيزنس أو استثمار عائلي مملوك لأسرة يوسف نسيم وأولاده هاني وباسم وأهاب ونادر استثماراته تجاوزت 400 مليون جنيه ضخوها في قلب المنطقة الصناعية المطهرة بمحافظة المينيا وسندهم البنك الأهل المصري بقوة لإيمانه بالفكرة وكان ده في بداية عام 2010 وقامت صورة يناير 2011 وكل حاجة وقفت وتكهربت كان تحدي كبير وكان الكرار لازم يكملوا المصنع وفتتحوا فعلا في عام 2015 بخطين ألماني للتكفيف الخط الواحد كان تمنه 5 ملايين يورو ومن يومها وأسواق العالم بتطردهم عشان تفوز بمنتجتهم وخصوصا البصل المصري المجفف اللي ما فيش منه في العالم ولما الأسواق العالمية فتحت ليهم أبوابها والطلب زاد على منتجتهم المتميزة العالية الجودة قرروا يجيبوا خط ثالث أمريكي عملاق للتكفيف وسندهم بقوة مرة ثانية البنك الأهل المصري فباع عندهم 3 خطوط عملاقة لها مفعول السح على المحصول لأنها بتجففه مع الاحتفاظ بكل عناصر غذائية كاملة وبمجرد متحليل الميكروبيولوجي الخاصة بالبكتيريا بتظهر في معامل المصنع المعتمدة بتبقى الشحنات جاهزة للتصدير لكل أسواق العالم بجد ما شاء الله عليهم تعالوا في البداية نقابل باسم نسيم العدو المنتدب لمصنع المتحدة لتكفيف الحاصلات الزرعية عشان نفهم ليه كرروا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية وتحديداً تكفيف البصل والطوم والكرات ركزوا معه بنتعقد على البصل إزاي عشان أضمن البصل اللي يجيلي يكون مزروع حسب دماغي عشان أعرف أصدره الحقيقة احنا بنتعقد مع مقاشر 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 بتقشر البصل عارف طلباتك وعارف بفرهلك إزاي عارف طلباتي فهو بيشتري الوصل احنا بنشتري مثلاً العملة في أوروبا وأمريكا طلبين بصل أبيض فهو طول فطرة تشغيلنا كمس سنين أو ست سنين ديت أهلت المزارح حوالينا أنها تزرع النوعية ديت اللي مطلوبة لنا وبالتالي بتديها للمقاشر فالمقاشر بتاخد البصل ده تجيبهن البصل الأبيض الأبيض صح كده؟ من وجهة نظرك السوق العالمي يستوعب إنتاجنا ويستوعب توسعات جديدة؟ يستوعب إنتاجنا بالتميز لكن مش إن أنا هعمل أجفف حاجة بالفهلوة لأن السوق العالمي مفتوح دلوقت يعني زي ما حالك شفت الخطوط استثمار باهز قوي استثمار باهز يعني الخط بـ 5 مليون يورو أه ده ده الخط الواحد الخط الواحد الخط الواحد غير التكلفة الإضافية بتاعته أكسسواراته غير استثماراته اللي متابعة ليه أكسسواراته اللي أنا شفتها جوه دي اللي تابعة ليه أه فإنت عشان تخش السوق العالمي ده لازم كنا نخش كده فلازم إن أنا هنفس إزاي في السوق العالمي غير بحاجة مميزة هو التميز اللي هيوجد لك السوق ما عمرش الناس هتبطل الاحتياج عالمياً زودنا الخط ليه كعيلة زودنا الخط لأن الاحتياج بتاعنا زاد المستوردين مننا زادوا احتياجهم لشجودة المنتج فاضطرين إن إحنا نزود خط الانتاج ما قدرناش نخش في توسعات غير لما نسدد الثمن الخطين الأدام وتعاون معنا البنكر المصري خلنا إن إحنا جينا الخط الجديد على أساس إن إحنا نسوق فيه حراج خط كم قيمة القرد بتاعك؟ تقريباً حوالي 80 مليون سعر البصل والتوم والكرات المصري المجفة في سوق العالمي كامل النهاردة؟ يعني في حدود 3000 دولار وحراج بتاخده كام بعد المأشرة؟ يعني هو مش هيقل الطن عن ثلاثة ونص يعني يعني أنت قابلك مرحلة مهمة جداً اللي بياخد من المزارع عنده بنات عمالة تقعد تأشر وتشيل القشر اللي برا والعنق اللي فوق وتسلم لك بصل أبيضة تمام صح كده؟ تمام تبدأ أنت كل ما رحل التصنيع بتاعتك تمام فيه فرق ما بين الخطوط الألماني والخط الأمريكي؟ ليه لجعت في الخط الثالث إنه يبقى خط أمريكي؟ لا هو الخط الألماني جودته عالية والأمريكاني جودته عالية فإحنا صنفنا إن إحنا في السوق العالمي إن أنا يبقى عندي الخطين فنوعنا التصنيع مش معتمد على صناعة واحدة الدعم التصديري والمبادرات اللي دعمتها إحنا من ساعة ما اشتغلنا ما خدناش لسه الدعم ليه؟ ما أعرفش يعني ده برضو تقاعس هل من من حضرتك بس إحنا مقدمين الدعم موجود والدولة بتسدده عشان تسددك إحنا ما خدناش الدعم إحنا طبعا لينا متطلبات آآ بقدمين على ورق الدعم ولسه ما تصرفش ورق كامل هل حد مؤثر معاك ولا أنت لسه بتكمل ورقك؟ إحنا قدمنا ورقنا بس بيطلع لنا طلبات جديدة وإحنا من 2016 ما صرفناش يمكن الموضوع جديد علينا إحنا لينا توسعات تانية من خلال البرنامج بطلبها من هيئة التنمية الصناعية إن ليه مصنع تاني جنبي هنا ده أنا بنعمل حقا هزين نعمل فيه خط توسعة لنباتات عطرية وطبية مجفافة؟ مطلوبة مجفافة عالمياً فدي أنا بطلبها لأن ده هيزود عدد عمالة إحنا مش عايزين نحمل على الدولة كاهل الدولة العمالة مدام فيه فرصة للقطاع الخاص إنه يختارق التصنيع علشان يشغل عمالة أهلاً وسهلاً أنا الرئيس ده هدفه كده اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس سامير زكي مدير مصنع المتحدة لتكفيف الحاصلات الزراعية خبرة 38 سنة في قطاع الصناعات الغذائية تعالوا نتعرف على خطوات التصنيع والتكفيف للبصل والتوم والكرات مع حضرتك هنا ثلاث خطوط دهب نعم خطين ألماني وخط أمريكي عايز أعرف من حضرتك سير العمل بيتم إزاي؟ من أول ما بتستلموا المحصول من المقاشر لغاية لما بيطلع مدج نهائي إحنا البصل بيجينا من الموردين متأشر بيدخل على الميزان يتوازن وبعد ما بيتوازن مهندس الانتاج ومهندس الجودة بيفحصوا البصل إذا إبلوا العربية العربية بتتفضى في الهوجر برا وبعد كده بتدخل على مراحل الغسيل مرحلة أولى للغسيل وهي الغسالة اللي قدام حضرتك دي فيها دورة هوا بمية بس ولا مية ومطاهرات؟ لا لا مفيش أي أنواع مطاهرات على المية مية بس مية بس هوا مع التقليب المستمر للبصل بنزع كل العيوب الحاجات اللي البصل اكتسابها أثناء النقل أثناء التأشير كل ده أنا بغسله مرحلة أولى بعد كده بتنقل على سير بشطف برضو على السير بعد المرحلة الأولى بدخله على غسالة تانية الغسالة التانية برضو اللي بيتم في المرحلة في الغسالة الأولى بيتم في الغسالة التانية بعد كده بتعد على سير للفرز بيفعله مجموعة من العمالة لو أنا عندي بصلة فيها عفن فيها إشرة حمرة بيقدروا بعنيهم ياخدوها بيعزلوها وبعد كده لو حبيت أشتغلها أشتغلها والريد الواحدة أتخلص منها أتخلص منها بعد كده بيتنقل بسير بيروح على مكانة فرز متل تدكتور بتفرز المعادن قبل التعطية فلو في معدن في البصل الفرش لداخل أنا بفصله هنا قبل ما بيدخل على المخرطة عشان ما بوصل مخرطة بعد التعطية ده بقى بتبدأ تدخل الأفرام بتاع التكفيف؟ المجاففات الألماني المجافف الواحد فيه 13 غرف عبارة عن دورة الحرارة مع هوا فيه 6 غرف مرحلة أولى 4 غرف مرحلة ثانية 3 غرف مرحلة ثالثة ده إيه الهدف من تعدد الغرف يعني؟ آه إحنا الغرف عشان أنا بنقل بمستويات حرارة مختلفة وشفت رطوبة بنسب مختلف طب أنا عايزة للوقت أعرف حاجة بعد التكفيف بنحتفظ بالمنتج إزاي؟ آه أنا بعد التكفيف هو كده تجافف وطلع من المجاففات مينفعش أخده من المجاففة عبيه لازم أعمله تكسير بكساره لأنه هو قريدي بيبقى شريحة الشريحة دي بيبقى جزء منها فيه نسبة رطوبة فلازم أفصل الجزء اللي فيه نسبة رطوبة ته بالتكسير والغربلة ببعزل اللي فيه رطوبة على الغربال غربال 10 ملي غربال 3 ملي فبعزل اللي فيه رطوبة فوق الغربال 10 ملي وبخدها أكملها تكفيف تاني واللي نزل تحت الغربال بصنافه بقى بعبي منه لو العميل عايز شريحة ستاندر ديريكت بعبيله شريحة ستاندر أو بولديكاد لو هو عايز منه أنواع بودر أحوله للبودر للمطحنة لو عايز منه منسدو جراني لزوشوب باخد الشرايح دي وعمل منها منسدو جراني لزوشوب اللي قدام حضراتكم دي هي الدكتورة مارينا ميشيل مديرة معمل الميكروبيولوجي في الشركة المتحدة لتكفيف الحاصلات الزراعية مفيش حاجة بتتحرك للتصدير إلا بشهدتها عشان كده لازم نتعرف على إجراءات تحليل عينات البصل والطوم والقرات المجفف قبل التصدير مهم جدا في مصنع متخصص في تكفيف الحاصلات الزراعية وتصديرها بالكامل الخارج يبقى المعمل ده موجود معمل عشان نكشف البكتيريا نتسمعهم غذائي دورنا ايه؟ احنا هنا في المعمل احنا الفاينل ستاب بناخد بعد ما البصل يتجفف والتي يبقى عندنا الفاينل بروديكت نروح ناخده منتج نهائي اه المنتج النهائي بتاعنا بيجينا هنا المعمل احنا عندنا هنا المعمل معتمد عشان احنا بنصدر فدي حاجة لازم يبقى المعمل معتمد احنا معتمدين من جهة الإيجاك احنا بنعمل ست أنواع تحليل بنعمل الإيكولاي والسلمونيلا والتوتال بليت كاونت اللي هو العد البكتيري وعندنا بكتيريات معاوية زي مثلا الكوليفورم والانتيرو والمولدوليست اللي هو الفطريات والعفن العفن والخمائر دول الست اختبارات دول الجهة المصرية بتبقى معتمداهم لازم يبقى موجودين عندنا في البصل بتاعنا التحليل دي مهمة حضرتك بتقومي بكذا تحليل حوالي ستة أنواع تحليل صح كده؟ تمام غير ان في جهات تانية دخل المصنع بتقوم بتحليل تانية اه طب ده مش ممكن يعطل ياخد عدة أيام يقف لي الشحنة والمركب وقفة وكلام من ده؟ لا ما احنا برضو بيبقى عندنا الشغل بتاعنا أنا لازم بيبقى فيه بلانز فيه خطط أنا عندي المنتج داي بقى جاهز التحضير مثلا بتاع العينة العينة عندي مثلا فيه أنواع التحليل مش بتخلص في يوم وليلة طبعا يعني أنا عندي مثلا العد البكتيري على حسب المواصفة بتاعتنا اللي احنا مشيين بيها البام بتاخد يومين في الحضانة الايكولاي بتاخد 24 ساعة فيه عندي مثلا الفطر والخمائر بتاخد من ثلاثة لخمسة أيام تمام؟ عندي سلمونيلا بتاخد بقى كذا مرحلة يعني كذا يوم ما سوف في الآخر كلهم يعتبروا بمسا يخلصوا في أسبوع قال يوسف نسيم قصة نجاح كبيرة بدأت في قلب السعيد من 80 سنة تقريبا بدأت بالمؤولات وبعدها المطاحن والصوامع والمعاهد التعليمية في بانسويف والنهاردة مجففات عملاقة للبصل والتوم والقراء وبيجهزوا لخطوط تكفيف ضخمة للنباتات الطبية والعطرية ده بخلاف جمعة في قلب المينيا بتوأمة مع ثلاث جامعات كبرى عالمية في إيطاليا وأمريكا وكندا ولأنهم بيرعوا ربنا في شغلهم جدا ما فيش قطاع بيدخوا في استثماراتهم إلا وبيحققوا فيه نجاح كبير سواء عقاري أو صناعي أو تعليمي يدعان بجد ترجمة نانسي قنقر